موسيقى قرار من الأمين العام للأمم المتحدة يصدم الجزائر والمغرب يرحب به الجبهة الانفصالية في استقبالها للمبعوث الأممي السيد ستافان ديمستورا تهدد وتقول يدها على الزناد أخيرا العرب يستوعبون ويقفون على كلام المملكة المغربية ويعون بأن الجزائر تسعى لخراب العرب فيس القاسم يربي الدراجي كيف للنظام الجزائري عميل فرنسا الذي يتأمر على سيادة المغرب ومصر أن يجمع شمل المغرب وأخيرا متابعين الكرام ساباتيرو رئيس سابق للمملكة الإسبانية يقول الخلافات العابرة تضع العلاقات الثنائية على أسوص صلبة هذه هي أهم عنويننا اليوم من موقع المهاجر ابقى معنا للآخر لمعرفة التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام وزوار موقع المهاجر أتمنى أن تكونوا بخير على الأخير في ساحة جيدة وفي أحسن الأحوال كما عودناكم دائما معكم سوفيا المرزوقي آخر الأخبار وآخر المستجدات أتمنى على المراكة إلى المتابعين الكرام وصدمة صدمة قوية للجزائر من طرف الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة يرفض تعيين وزير خارجية السابق للجزائر كمبعوت أممي لليبيا الأمر الذي كانت تحلم به كبرانات الجزائر تم إحباطه من طرف الأمين العام للأمم المتحدة هذا الخبر عنده بزار ديال الدلالات وأهم الدلالات التي سنتنتجها من هذا الخبر هذا هو أن القيمة ديال الجزائر في نظر المنتظم الدولي بدأت تسقط أي شيء حاليا لم يتم الكشف عنه لا من خلال الدعم ديال الجزائر لروسيا في المنطقة كل هذه الأمور تدل على أن الجزائر بدأت قيمتها تسقط في عين المنتظم الدولي أول دول التي كانت تعارض أن يكون وزير الخارجية السابق للجزائر كمبعوث أممي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا كانت هي الولايات المتحدة الأمريكية هنا سوف نفهم الخلاصة هذا القرار الذي أحبه المغرب أولا نبدأ بالصدمة في الجزائر بعد تعيين سينغالي ورفت ترشيح بوقدوم لمنصب مبعوث أممي إلى ليبيا أنهى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش المساعي الجزائرية في تعيين وزير خارجيتها السابق سبري بوقدوم مبعوثا أمميا في ليبيا حيث تم تعيين سينغالي عبدالله باتيلي ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم فيها وكانت مصادر ديبلوماسية قد تحدثت بأن واشنطن ومجموعة من الدول الكبرى قد اعترضت بشدة على تعيين الوزير الجزائري سبري بوقدوم باعتباره شخص مقرب من أطراف ليبيا متصارعة وبالتالي لن يقود المهمة الأممية بنجاح هذا الأمر هذا يعني الجزائر كانت تحاول تأثر على ما تريده لصالحها لصفها شنو بغات الجزائر من ليبيا؟ بغات ليبيا ترجع ليبيا دي القدافي اللي كانت تدعم ميليشيات القوليزارية هاد شعل هاش كتسعى الجزائر والمنتظر الدولي ليس في غفلة عارف كل شي كما تحدثت ذات المصادر أن دول عربية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية قد أبدأت رفضها القاطع لتعيين بوقدوم في منصب مبعوث لليبيا لقرب النظام الحاكم ببلاده من موسكو المتهمة بدعم حركات يتزعمها مرتزقة بليبيا يعني أشكت لكم أن الحقيقة دي الجزائر أصبحت مفضوحة ومكشوفة بالنسبة للمنتظم الدولي فهي دول عربية ما كان ندروش فقط على الغرب ما كان ندروش على الولايات المتحدة الأمريكية كان ندروش على دول عربية أصبحت تعي جيدا مساعي الجزائر وليس فقط بقربها لروسيا ولكن كذلك بقربها لإيران الخراب الخراب تم الخراب هذا هو الأمر اللي قد نشوفوه بالنسبة للإخوة العرب اللي فهموا لاش بغى توصل الجزائر وأشارت المصادر إلى أن الأمير العام أنطونيو غوتريش سبق وأن عرض ترشيح باتيلي شفوية ولم تعترض أي من الدول الأعضاء بالمجلس عليه حيث عرب الأمير العام أنطونيو غوتريش عن امتنانه لخدماته للمنظمة هيئة الأمم المتحدة فهنا كان نبقاو وكان نضعوه واحد النقطة باش نتحتوها لهذا الموضوع قبل ما ندوزو نشوفوه علاش المغرب رحب بالسينغالي في ليبيا فالمنتظم الدولي وبالأخص الدول العربية استفاقت من سباتها لطالما المغرب كان يحاول بإشارات من يعني يفيق الدول العربية بأن الجزائر تدعم إيران وتدعم روسيا وسبب الخراب اللي كيعيشوا الدول العربية يعني عند هالجزائر ما تقول بزاف فيه خليونا من المشكل اللي كتعاني منه المملكة المغربية ولكن كم بزاف ذي الدول العربية اللي بدأت تتفيقوا بدأت تتوعاها هي مصر حاليا لقات رأسها في مشكل ولقات الجزائر دائمة لإتيوبيا فهذه المشكلة هذة دي السد النهضة فنفس المشكل اللي عند المملكة المغربية واللي اختلقته لها الجزائر كيلقاوا الدول العربية أن الجزائر تقف ضدهم وهذا الشي هذا اللي قدر يلغي القمة العربية في الجزائر ندوزو نشوفوه ترحيب دي المملكة المغربية والسبب دي الترحيب دي المملكة المغربية بتعين سينغالي باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا معلنا استعداده دعم جهود إحلال الأمن والاستقرار رحبت المملكة المغربية بتعين معالي السيد أنطونيو غوتريش الأمين العام للأمم المتحدة للسيد عبدالله باتيلي ممثلا خاصا له ورئيسا لبعثة دعم للأمم المتحدة بدولة ليبيا وأعربت المملكة المغربية عن دعمها الكامل لمبعوث الأمم الجديد وتؤكد على استعدادها التام للتعاون معه من أجل المساهمة الفعالة في الجهود المبذولة لتوصل أطراف ليبيا للتوافقات ضرورية لإجراءات الانتخابات البرلمانية والرئاسية كسبيل وحيد لتخطي الوضع الحالي وشددت المملكة المغربية التي احتضنت التوقيع على الاتفاق السياسي للإصخيرات بتاريخ 17 ديسومبر 2015 واستضافت حوارات بوزنيقة بين الأطراف في ليبيا أنها ستواصل إنخراطها في الجهود الدولية لإحلال الأمن والاستقرار في هذا البلد المغاربي الشقيق يعني الجزائر في ورطة وبدأت تفهم بأن النفوذ ديالها دوليا بدك يقلب وطبيعة الحال الجزائر ما تريده تريد تم أي صوت عربي كيف ما بغي يكون وهذه المشكلة هده اللي يخلق لها كوابيس بالأخص من القاتل دعم سعودي دعم إماراتي دعم مصري لمغربية السحراء دبك تحاول ما أمكن تشد لها أي دولة كيف ما بغي تكون والدليل هو تونس واقترابها من تونس ولكن تونس لا عربيا ولا دوليا تأثيرها قليل جدا وما غديش تغير وبالأخص مع الرئيس قيس اللي ضمر قاع المؤسسات الحقوقية والمؤسسات البرلمانية دياله في بلاده ضمرها تماما وحط واحد الحكم ديكتاتوري واضح فقاع يعني الأطراف داخل وقاع القوى الحية داخل تونس تندد بما قام به رئيسها قيس سعيد إلا بعض الإعلاميين اللي كيدعموا يعني اللي كي يمسحوا الصبابة كما كنقولو واللي كي خرجوا لها يعني فاص فشكون مع الربح هذو اللي كيكونوا دائما مع الربحهم وما أكثرهم طبيعة الحال هما اللي خرجوا كي يغنيوا وكيتغنوا بما قام به أي سعيد رغما عن أن احتدوا الإعلاميين في تونس اللي حاولوا يخرجوا يغنيوا بما قام به سعيد كان عندهم يعني واحد الخجل وهما كيتحتوا على الموضوع لأن الموضوع أكثر من واضح جات قروض لدرجة أن كين فيهم اللي قال واش تونس ما تبشيش مورا المصالح ديلها تتونس قصة تقلب على المصالح ديلها فعلا تونس قلبت على المصالح ديلها ولكن تقدر تكون أخطأت الطريق لأن المصالح ديلها مع المملكة المغربية مع المنتظر الدولي كانت ستكون أفضل بكثير لأن الجزائر لن تجرها إلا للهاوية وندزول الخبر الموالي متابعين الكرام ونغل ندره إلى الجبهة الانفصالية لكانتس يعني زيارة ديل ستافان ديمستورا المبعود الأممي للصحراء كثاني زيارة ديله لتيندوف فالجبهة الانفصالية كتخرج بتهديد جديد لديمستورا أمام العالم وكتقول تبلغ ديمستورا أن يدها على الزناد يعني أنها وجدة للحرب في أي لحظة فنشوفوا أشو قع وكل تفاصيل حل المبعود الأممي للصحراء ستافان ديمستورا للمرة الثانية منذ تعيينه بمخيمات تيندوف للقاء ممثلين لجبهة البوليزاريو الانفصالية في ظل تفاقم الأزمات بين دول المنطقة بسبب نزاع المفتعل في السحراء ديمستورا وصل فجر أمس السبت لتيندوف للبحث عن سبل لتحريك المياه الركضة وإعادة إحياء المشاورات لإيجاد حل لمشكل السحراء حيث التقى برئيس الوفد المفاوذ عن جبهة الانفصال الموريطاني الأصل خطري الدوه وأيضا من تسميه جبهة البوليزاريو ممثلا لها في الأمم المتحدة سيدي محمد عمار ممثل جبهة الانفصال مباشرة بعد لقاء ديمستورا خرج بالصريحات قال فيها إن جبهة البوليزاريو ملتزمة بالسلام ولكنها ملتزمة أيضا بالدفاع بكل الطرق المشروعة عن ما وصفه حق الشعب السحراوي في تقرير المصير والاستقلال وأضاف أن جبهة البوليزاريو مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة والمبعود الشخصي في جهودها الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم يقول على الاحترام الكامل لحق الشعب السحراوي غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال في رده على سؤال حول إمكانية إجراء مفاوضات حول النزاع المفتعل في الأقاليم الجنوبية عبر ممثل الانفصال عن استمرار تشبت الجبهة الانفصالية بخيار الخروج من اتفاقية وقف إطلاق النار منذ أكثر من سنتين وقال نمد يدا للسلام واليد الأخرى على الزنا زيارة ديمستورا لتندوف لا زالت مستمرة حيث ينتظر أن يلتقي اليوم الأحد زعيم جبهة البوليزاريو الانفصالي يشار إلى أن ديمستورا منذ تنصيبه زار المغرب مرتين والأولى شهر يناير والثانية شهر يوليوز زيارتين احتفظ فيهما الوفد المغربي بنفس الموقف والمرتكز على أسس ما ورد في خطابين الملك محمد الثالث بمناسبة ذكرة 45-46 للمسيرة الخضراء وفي هذا الصدد أكد الملك في الخطابين المذكورين التزام المغرب باستئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيئة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي على أساس مبادرة المغربية للحكم الداتي وفي إطار المسلسل الموائد المستديرة بحضور الأطراف الأربعة الجزائر موريطانيا ميليشيات بوليزاريو والمغرب هذا هو آخر كلام للمملكة المغربية فبالنسبة لميليشيات بوليزاريو تقول ما تريد القول عنه فكل ما جنته من إعلانها حرب على المملكة المغربية كان خسائر فخسائر فخسائر فهذا هو اللي قدرت تعلن عليه ميليشيات بوليزاريو منذ بداية هذا النزاع المفتعل من طرفها ندوزو للخبر الموالي متابعين القرام وهنا غن تحدثو على الجزائر اللي انكشف يعني الوضع ديالها عربيا بانت الحقيقة إخوان العرب عرفوش نواقع خصوصا من بعد يعني كشف الحقائق لطالما المملكة المغربية كانت تندد وكانت تتبعش رسائل للإخوان العرب في الجامعة العربية وكل شي كان غض النظر ديالو وكل شي كيقولك إحنا عرب أجيو نقلسو على الطاولة يعني عيب وعار يكون هاد المشاكل ولكن ديك عيب وعار شكون سببها يعني سهلا نقوله عيب وعار يكون مشاكل ما بين الجزائر والمغرب ولكن شكون سبب المشكل شكون اللي ما بغاش يحل المشكل بطبيعة الحال رسائل الملك وضعات الجزائر في واحد الموقف لا تحسد عليه العديد من الناس قال لك علاش الملك كيبعت لهم رسائل ودت علاش الملك الملك حطهم في الصورة اللي كان خصومي توضعوا فيها احنا نقلبوا على السلم والسلام مبغيناش معكم مشاكل مبغيناش حروب مبغيناش 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 طبيعة الحال جات الرسائل ديال صاحب جلال الملك محمد السادس في مقتل للجزائر والدليل هو أن السعودية عبرت على الغضب ديالها من ردة فعل الجزائر فهنا قد نشوفوا واحد الخلاف عربي مبين إعلامي شهير الاسمي توفيس القاسم واللي طبيعة الحال قد نتفق معه بعض الأمور ونختلف معه في أمور أخرى ولكن في هذه المرة هذه جاء في مقتل لمن يسمى بالدراجي اللي هو أصلا صحفي رياضي معرفناش أشدخله السياسة مؤخرا كيدرب في المغاربة وفي المغربيات وفي الشرف ديال المغاربة كل يوم يعني كنشوفوا تصريحات ديالو ضد المغاربة فلقينا فيس القاسم كيربيه يعني نيابته للمغاربة يقول بهذه الكلمات كيف للنظام الجزائري عميل فرنسا سمع مزيان باش تعرفوا الإخوان العرب أصبحوا يدركون المواقف اللي فيها الجزائر كيف للنظام الجزائري عميل فرنسا الذي يتآمر على سيادة المغرب ومصر أن يجمع شمل العرب كيفاش غيجمع شمل العرب ويقول أنه سينظم يعني القمة العربية للم شمل عرب وهو بغي حيد المملكة المغربية من الجامعة العربية ويدخل ميليشيات غير معترف بها دوليا لهي ميليشيات فوليزاريو ويرجع يعني الدكتاتور الأسد للجامعة العربية لدر مجازر في سوريا بمساعدة روسيا وإيران وكل من يدعم الإرهاب في تلك المناطق سخر الإعلامي والمذيع بقناة الجزيرة فيس القاسم من استضافته من استضافة لجزائر للقمة العربية إذ استغرب من بلد يعادي بلد عربي جار لها ويتآمر على دول عربية ثم يدعي لم شمل فيس القاسم تساءل أيضا كيف لبلد أن يتآمر مع إثيوبيا ضد الشقيقة العربية جمهورية مصر وأن يتحالف مع إيران ضد أشقائه العرب ثم يعلن رغبته في استضافة القمة العربية للم الشمل وكتب الإعلامي السوري فيس القاسم على صفحته بتويتر نظام يتآمر مع إثيوبيا ضد مصر نظام يتحالف مع إيران ضد العرب نظام يعادي جاره العربي المغرب ثم قال شو قال يريد لم شمل العرب في قمة عربية تركت زوجها مبطوح وراحت تداوي ممدوح كما وصف الإعلامي فيس القاسم النظام العسكري الجزائري بالعميل لفرنسا إلى ذلك كشفت مصادر ديبلوماسية عن توافق مصري خليجي على عدم عقد قمة العربية المقررة في الجزائر كما أن معظم دول الخليج لازالت مترددة حول انعقاد القمة في موعدها بسبب التقارب الجزائري مع إيران في الفترة الأخيرة على الرغم من توترات المشتعلة بين تهران وبعض العواصم الخليجية إضافة إلى غياب المغرب عن القمة هذا هو الموضوع الإخوان الذي يثير الجدل فكيف فعلا كيف للجزائر أن تنظم قمة من وزن القمة العربية وهي تعادي المغرب دولة عربية وهي تعادي مصر دولة عربية وهي تعادي دول الخليج كلها بدعمها لإيران التي تدعم إرهابيين يعادون الوحدة الترابية للدول الشقيقة دول الخليج الشقيقة فكيف لدول الخليج والمصر والمغرب أن يحضروا للجزائر في تلك القمة الجزائر بينات العداء ديالها بينات العداء ديالها للعرب وللمنتظم الدولي عامة كتعاكس النظام العالمي اللي هو ضد الحرب ضد الإرهاب ضد بزاف ديال الأمور ولكن بانت الحقيقة ديالها وأهم شيء يعني عجبني في هذا الكلام اللي قالوا فيصل القاسم كما قلنا لكم نقدرون أن تفهموا معاه في بعض الحويج نقدرون أن تفقوا معاه ومن تفقوا معاه في حويج خورا ولكن في هذه فعلا جابها في مقتل كيف للنظام الجزائري عامل فرنسا تسمعني زيان يا كرغولي وعمر بهوذنك كيف للنظام الجزائري عامل فرنسا فرسميا قد نقول لكم أن الإخوة العرب عقوبكم وبنتو على حفقتكم دوزل الخبر الأخير متابعنا الكرام هنا سنتحدثوا على ثاباتيرو ثاباتيرو رئيس يعني إسبانيا في سابقا لولايتين متتاليتين واللي كان في واحد المؤتمر يعني أنتماتوا جامعة بتطوار وقال يعني أن الخلافات العابرة تضع العلاقات ثنائية على أسس صلبة وهذا شيء هذا هو اللي ترى ما بين إسبانيا وما بين المغرب كما قلنا لكم سابقا يعني عسى أن يكون خير أي شيء كثرة طريقة الحال أي أزمات تفتعل إلا وكتكون يعني خير وهنا كما قال الرئيس السابق سيد ساباتيرو بأن العلاقات مع إسبانيا والمغرب رغم الخلافات رغم كل شيء إلا أنها على أسس صلبة سنشوفوا أشقال سيد ساباتيرو اعتبر رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق خوسي لويس رودريغاي ساباتيرو أن الخلافات العابرة التي قد تعكر صف العلاقات بين البلدين الذين تجمعهما الكثير من القواس المشتركة تكون أحيانا كثيرة الدافع لمراجعة بعض القضايا وتعزيز الحوار لوضع العلاقات الثنائية على أسس صلبة ومتوازنة وشدد ساباتيرو خلال عرض افتتاح أمس الجمعة بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي الأول في موضوع العلاقات المغربية الإسبانية الحاضر والمستقبل بالمدرسة العليا الأساتذة بمارتيل على أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تقوم على تعاون واسع في قضايا ذات أهمية قصوى في عالم اليوم كالملفات ذات الطبيعة الأمنية والتعاون ثنائي متعدد الأطراف لضمان استسباب الأمن إقليميا ودوليا العلاقات المذكورة لا تقتصر حسب رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق على المصالح الاقتصادية والمنافع الآنية بل هي علاقة متجدرة ومتينة وصلبة لا يمكن أن تؤثر فيها الظروف العابرة مشيرا إلى أن المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس أصبح في قلب الحدث وفاعلا مؤثرا في التحولات التي يعرفها العالم حاليا كما أبرز ساباتيرو أن المخطط المغربي للحكم التاتي في السحراء المغربية يؤكد على المقاربة ذات المصداقية والجدة للمغرب في البحث عن حل سياسي واقعي والحد من النزاع المفتعل المغرب وإسبانيا حسب السياسي الإسباني البارز يعدان نموذجا للتعايش وتلاقح الحضارات والثقافات وحسن الجوار الذي يجب أن يكون عليه واقع العلاقات الدولية في الظرفية الراهنة مضيفا بأن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها العلاقات بين المملكتين المغربية والإسبانية هي مبادئ فضل تعكيس الوعي المشترك وسعي البلدين دائم لتحقيق السلام والاستقرار والأمن على الصعيدين الإقليميين الإقليمي والدولي وتجعل من العلاقة البينية النموذج الأمثل الذي يجب أن تكون عليه العلاقات بين البلدان والحضارات والثقافات والأديان جدير بالذكر السيد خوصلويس تاباتيرو مبين الناس اللي داموا المقترح للحكم الداتي سابقا مبين الناس اللي اجتهدوا لعودة العلاقات بين إسبانيا والمغرب يعني يعترف له بحبه للمملكة المغربية منذ أن كان رئيسا لإسبانيا إلى يومنا هذا لا زال يؤثر في الرأي العام الإسباني وكذلك يؤثر سياسيا داخل إسبانيا لاحترام المغرب ووحدته الترابية ويشهد له بذلك ودائما يرحب به في المملكة المغربية هذه الأخبار دينا اليوم وتابعنا الكرام أتمنى تكون لقاتكم منتوبة بالخير وعلى خير في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال نشوفكم إن شاء الله فيديو خور وموضوع خور تكونوا دائما في أحسن الأحوال نشوفكم في رعاية الله السلام عليكم